اشتركوا في القناة بصفة مستعجلة والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى في أجواء تفاعلية رحبة ناقش مجلس النواب خلال جلسته لهذا الأسبوع مشروع قانون إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات وحظي بتوافق كبير بهدف تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة وذلك ضد الاعتداء على شرفهن إذ أن المادة الملغاه لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة من هذه الجريمة طبعا اليوم ناقشنا بإلغاء مادة 353 من قانون العقوبات وهذه المادة بإلغاءها تعزز الردع العام والخاص للجناء إضافة لذلك فإن هي تكرس مبدأ عدم الإفلات من العقوب تصريح سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكد التوافق الحكومي النيابي حول إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات إذ أن آراء السادة النواب بيّنت الحرص الكبير على ضرورة تعزز الردع العام للجناه وفق أسس قانونية متينة أعتقد إلغاء المادة 335 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الاقتصاب هي مسلك حضاري أعتقد مجلس النواب داعم كبير ولاحظة ممكن من التصويت على هذه المادة والإلغاءها تقريبا بأغلبية كبيرة جدا في المجلس لأن هذه المادة ظلت مع الحراك من قبل المجتمع المدني ممثلا في الاتحاد النسائي والحركة النسائية والمجلس على المرأة وأيضا وصلنا بعد كل هذه السنوات بعد كل هذا العناء والأخذ والرد في المجتمع إلى قناعة بأن الغاهة المادة هو في صالح التشريعات المحلية وأيضا يتوافق وينسجم مع رؤية العالم من حولنا فيما يتعلق بتشريعات متعلقة بالمرأة جلسة هذا الأسبوع حضرها كل من وزير المواصلات والاتصالات ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وذلك للرد على عدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها السادة النواب ولاقت تفاعلا كبيرا حول ملفات ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في البحرين إضافة لتسريع تلبية طلبات المواطنين في وزارة الإسكان نقاشات واسعة طالت ملف الإسكان وسبل تعزيز عمل الوزارة في تلبية طلبات عدد من المواطنين كما وافق المجلس على إلغاء مادة من قانون العقوبات بهدف تعزيز الرجع العام للجناة في قضايا الاختصاب يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين